وقبل أن تظهر النتائج من المفوضية العلية المستقلة للانتخابات أنا هنا أعلن الفائز الفائز وبامتياز وبشرف وفخر كبير هم العراقيون لأنهم وبدمائهم الطاهرة هم الذين أرادوا الانتخابات المبكرة والله فرضوها على الشوار بالجميع والانتخابات المبكرة فرضها العراقيون وأشرف عليها العراقيون وذهب إليها العراقيون ورحمة على كل الشهداء الأبطال من ثوار تشرين وقواتنا الأمنية التي قتلتها وصادرت حياتها الأياد الآثمة كل العراقيين اليوم مطالبون أن يقرأوا الفاتحة للأبطال الذين وعدوا بالانتخابات وعلى خطاهم خطاهم زوجاتهم وأبنائهم وأمهاتهم وأخوانهم العراقيون نعم بغض النظر أن تتفق وأن تختلف نحن ندرك ونؤمن أننا بحاجة إلى إصلاح حقيقي وجذري ونؤمن أن الإصلاح يجب أن يكون سلمياً ونؤمن أيضاً والواقع يقول هذا والدلالات تدلل أن لا يمكن أن يحدث إصلاحاً حقيقياً ويحقق نتائج حقيقية أن لم يتم بإرادة شعبية مؤمنة صادقة لها انتماء ولها طموح لأن الذين شاركوا في العملية السياسية وأوغلوا فيها ونهبوا وسرقوا وظللوا وخدعوا واختبوا وراء شعارات مظللة وسياسات تجهيل مخيفة لا يمكن لهم أن يتقدموا خطوة وحتى لا يكون الحديث تجنياً وأنا أعني هنا الطبقة السياسية بكاملها بميزانيات ضخمة أموال كبيرة لم نستطيع نسوينا شارع بالسماوة لوب البصرة لوب الديوانية لوب بغداد رصيف ندقه ونشيله رصيف نصبغه ونوديه وشوف المقاولين السياسيين اللي يشتغلون ويا الدولة وحيبة الدولة اشقد باقاو اشقد أخذاو هو الشيشتغل ويضطي للزعيم ويضطي للقايد ويضطي للحدي ويضطي للحبيبة ويضطي الذاك ويردون ذولة ورث منتعة سنة يسوون دولة لا بابا لا عمو انت روح عدل بالروحك روح اتعلم على قضية اساسية انا دائما اقولها ووعيدها مخلصا لكل الذين ما زالت ما زالت في انفسهم امنيات ان يحكم العراق او يريدون ان يذهبوا ان يحكم العراق تعلموا كيف تخاطبون العراقين او تعودوا وتعلموا كيف ممكن ان يقبل بكم هذا الشعب ممكن انت تبوغ ممكن تضيع بوقتك ممكن تكون شذاب ممكن تكون عندك قدرة بالتلعب بالمفردات بس بتقدر تخدع الناس الى الاخر حتى يقتنع بك الشعب سوي لك شيء على الارض وروح سولف وياهم اما شعارات واما نحن واما انتم واما ما خلونه واما منعونه ولينا انا خالت فلانه ولينا ذاك عم فلان لا امو لن نسوالف فالله العراقين اضحكم بها عليهم هذا اللي راد الشعب هذا اللي راد الشعب سواه حسا من يفوز من يعود يا هالفاسد هاي قضية لتناقش عليها بعدين لكن هذا امطيكم نصيحة هذه هي المقدمات حسا ترضو الطموح ما ترضو الطموح مستوها عالي احد يتفق معها هاي الناقشة في جوانب اخرى لكن تحققت ارادة الشعب تغيرت المفوضية تغير القانون صارت انتخابات مفكرة سقط عادل عبد المادي طلع الكاظمي من خارج عباد المنظومة السياسية التي لو زحمها رسولا من السماء على الكرسي لقتلت اشتركوا في القناة